برأيك هل قدم العرب الدعم الكافي اليوم للفلسطينيين لتحقيق هذا المسعى اليوم بتقديم مشروع القرار في مواجهة هذه الخطة الأمريكية لماذا تم الإخفاق فلسطينيا ودوليا في تقديم طرح من هذا النوع برأيك أنا في تأديري أنه طبعا القضية الفلسطينية لم تحظى بدعم مباشر من الأشقاء العرب سواء ما دار في الجامعة العربية أو ما دار في الاتصالات على مستوى المجموعة العربية بصرف النظر عن حضور الأمين العام في المشهد السياسي السفير أحمد أبو الغيت وتقديمه للرؤية البديلة لكن بقيت الجامعة وبقيت المواقف العربية في إطارها لم تقدم الدعم الكافي والمباشر في هذا الإطار أنا أظن أن المجموعة العربية هي التي أخفقت وليس الأطراف الأخرى لا نريد أن نحمل الأطراف الدولية الأخرى لأنه كان يمكن للمجموعة العربية التحرك بقوة وطبعا ما جرى للسفير التونسي والملابسات التي حاكمت بتحركاته هي التي كانت أحد الأسباب المهمة لكن دعيني وصريحك كانت هناك بعض الأمور التي يجب الجانب على الجانب الفلسطيني أن يتبهها أولا كان هناك نوع من الصرعة والتعجل في الذهاب إلى مجلس الأمن بدون ترتيبات مباشرة دعينا لا نجلت في أنفسنا كعرب وفلسطينيين لكن المعارك في الأمم المتحدة سيدتي تختلف عن المعارك خارجها الأمم المتحدة جزء من كيان كبير الولايات المتحدة تتعامل معه الخطة أولا عرضت خارج الأمم المتحدة وبالتالي نحن الذين استحضرناها إلى الأمم المتحدة للتعامل معها الولايات المتحدة لا تنظر للأمم المتحدة إلا أنها إدارة كما تعلمي تبع وزارة الخارجية الأمريكية وهكذا كان يظن ويتكلم الرئيس الأمريكي وبالتالي أعتقد أن السرعة في الذهاب للأمم المتحدة بدون ترتيبات وبدون وضع أولويات هل بالفعل تعتقد دكتور طارق أن المسألة تتعلق بسرعة وتعجل أم ثم تضغوط معينة وكان هناك تسريبات تتحدث عن أن مشروع القرار تعدل كثيرا من قبل العديد من الدول وبالتالي هل كان بالفعل بالإمكان تقديم مشروع قرار من غير هذه الضغوط الخارجية على هذا المشروع يعني خلينا أكمل فكرتي السرعة جاءت في عدم التوقع بما سيكون به الجانب الأمريكي في تخريب كافة الخطوات المباشرة في هذا وممارسة أكبر قدر من الضغوطات داخل مجلس الأمن وخارجه وأنت تعلمي أن الإدارة كانت تنظر إلى هذا الأمر أننا سنذهب لمجلس الأمن وتستخدم حق النقد ثم نتجه إلى الجمعية العامة وهناك أليات أخرى في الجمعية العامة لكن أنا أظن أن ما طرحه الرئيس أبو مازن اليوم هي رسالة إلى العالم ورسالة مهمة لتسكير العالم بالتقاعص الذي يجري في التعامل مع الملف الفلسطيني بأكمله مواقف دول وحكومات ورؤساء تغيرت لأن الدنيا تغيرت بكل ما فيها فلا تطلبي أن تكون هذه الدول دعمة للقضية الفلسطينية ونرتكن للمواقف التاريخية في هذا الأمر العالم يتغير وبالتالي ليس مطلوبا أن تقول لبريطانيا أو فرنسا أو روسيا أنكم كنتم داعمون في مرحلة التسعينات وما بعد مدريد وأسلو اليوم تتغير الوقاية على الأرض ليس فقط للضغط الأمريكي وإنما بطبيعة الحال لتغير الأنظمة والحكومات والمواقف الدولية لكن ربما يكون الرئيس أبو مازن محق فيما قالوا لأنه رسم خريط الطريق لكن أعتقد أنها نظرية مع احترامي وتقديري لبنودها لأنه حينما تحدث عن تجديد اللجنة الربعية الربعية الدولية معطلة منذ سنوات طويلة واستحضرها للمشهد مهم للغاية للتأكيد أن هناك مجتمع دولي لكن بطبيعة الحال المجتمع الدولي ليس فقط هو أمريكا وبالتالي أنت تتعامل مع المشهد الدولي برؤى وتصورات ماذا بعد هذا هو السؤال حينما أنهى الرئيس أبو مازن خطابه في مجلس الأمن السؤال وماذا الذي يملكه الفلسطين بعد ذلك هل سيعود إلى رامالة وانتهى الأمر أم سيكون هناك مسارات أخرى أعتقد أن هناك مسارات واتجاهات متعددة لكن أخشى أن تكون في إطار نظري أو في إطار تحليل أكاديمي لكن الواقع يشير إلى أن الولايات المتحدة ماضية حتى لا تكون في إطار نظري ما المطلوب هنا دكتور طارق حتى لا تكون في هذا الإطار ما هو المطلوب الآن من الفلسطينيين فعله ولم يفعله عمليا يجب على الجانب الفلسطيني أن يطرح المسارات البديلة المباشرة وأن يقبل بإمكانية التفاوت في بعض النقاط دون أن يعني الالتزام بقبوله بالخطة يعني رفض الخطة في حد ذاتها يعطي المبرنات للإدارة الأمريكية في هذا فكنت أظن أن هناك فرصة جيدة لإمكانية تعديل بعض بنود الخطة حديث عن مسارات بديلة في نطاق الخطة دون أن نحدد موقفا عربيا وفلسطينيا مباشرا الرفض في حد ذاته أعتقد بينقل رسالة الإدارة الأمريكية للمضي في مسارها السنائي الأمريكي الإسرائيلي ليس في رسم الخرائط حضرتك أو إجراء ترتيبات أمنية لكن الاستثمار في بنود الخطة دون أن يقبل بها الجانب الآخر لكن كنت أتمنى أن يضيف الرئيس أبو مازن باراجرافي خطابه اليوم في مجلس الأمن يقول أنه يمكن أن يفاوض على ما طرح من أفكار في الطرح الأمريكي دون أن يسمي الأمر لا خطة ولا صفقة ومن هنا يمكن أن ينقل يفاوض على ماذا دكتور طائر إذا فتحت المفاوض هو عرض إطارا عاما عرض إطار عام الرئيس أبو مازن عرض إطار عام في إطار رباعية وفي إطار مشروع السلام والمبادرة العربية أفكار كثيرة لكنه كان يمكن أن يقول أنه يمكن أن يقبل به المفاوضات على سياسة ما طرح أمريكيا وقلت أنه لم يحدد لا خطة ولا صفقة في خطابه وكان هنا يمكن أن يكون هناك مسارا للمفاوضات حتى فلسطيني إسرائيلي مباشرة أو أمريكي بطبيعة الحال ومعه الأطراف العربية الدعمة لي هنا سلن يكون أمام الإدارة الأمريكية محاولة الخروج بين المشهد لأنه كما تعلمهم لم يكتبوا قرآنا ولا إنجيلا ولا طورا لكي يقدموا هذه الخطة فنقبل بها كانت هناك مسارات كثيرة كان هناك رسائل بين السطور وكأن الحديث هنا عن المفاوضات يمكن أن يقدم أي جديد في هذه الصفقة الأمريكية المطروحة ليس لموافقة الفلسطينيين وليس للتفاوض